موسيقى مشاهدين الأفاضل السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجي من الجزائر نستهله بأهم الأخبار ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء وحسب بيان الرئاسة الجزائرية فإن الاجتماع تناول بالدراسة والمصادقة مشروع قانون المالية التكملي لسنة 2022 ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي بالإضافة إلى عروض تخص مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حريب الأطفال الرضع وتهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب لسنة 2022-2023 وتوسيع ميناء جنجن هذا واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اليوم بمقر الرئاسة الجزائرية اللقاء حضره كل من مستشار الرئيس الجزائري المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحافيض علاهم إلى جانب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهيد زويزف ضحض المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي مرة أخرى في رد لاذع نشره مجلس الأمن الدولي كوثيقة رسمية الإدعاءات الكاذبة والمضللة لنظيره المغربي لدى المنظمة الدولية حول القضية الصحراوية مبرزا الحقائق التاريخية والعناصر الأساسية لهذه القضية وفي كل مرة يحاول مندوب المغرب صرف القضية الصحراوية عن حقائقها التاريخية وتضليل المجتمع الدولي بتصريحات كاذبة وهجمات لا أساس لها من الصحة ضد الجزائر من أجل تحقيق مكاسب لما يسمى بخطة الحكم الذاتي كحل وحيد في الصحراء الغربية ويتصدى له المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة لوضعه في حجمه الحقيقي ورد الأمور إلى نصابها بشكل صارم وبحقائق دامغة غير قابلة للإنكار أعلنت المجموعة العمل الوطنية المغربية من أجل فلسطين في بلاغ لها عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك عن تظيم وقفة شعبية احتجاجية يوم غادة الاثنين على الساعة السابعة مساء أمام البرلمان بالرباطة تنديدا باستضافة المغرب رئيس أركان الجيش الصهيوني أفيف كخافي أقول إلى المغرب في سياق حالة السعار الصهيو تطبيعي رسمي بالمغرب منذ إعلان ما يسمى الاتفاق الثلاثي المشؤوم حسب البلاغة ويذكر أن هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس أركان الجيش الصهيوني إلى بلد عربية في شأن التونسي كشفت العديد من المصادر عن أنباء بإقالة السفير تونسي لدى اليونيسكو غازي الجريري من منصبه وحسب ما كشف عنه الخبير الأممي السابق عبدالوهاب الهاني عبر صفحته على موقع فيسبوك فإن سبب الإقالة يعود لرفض الجريري قرارات الرئيس سعيد القاضية بعزل 57 قاضيا والتدخل في استقلالية القضاء كما أشار الخبير الأممي عن صراع بين الجريري وبين وزير الخارجية عثمان الجريندي والجريري بسبب فشل عقد القمة الفرنكفونية في جزيرة جربع يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين تشديد العقوبات على روسيا في وقت تتهم موسكو باستخدام محطة زاباروجيا للطاقة النووية لنشر قاضفات وإطلاق سواريخ على المناطق المحيطة بالمنشأة في جنوب أوكرانيا في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أمر الوحدات العسكرية بتكثيف عملياتها لمنع توجيه ضربات لشرق أوكرانيا ومناطق أخرى تسيطر عليها روسيا فجر ما يسمى بإعلان القدس التاريخي بإعلان القدس التاريخي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الكيان الصهيونية يائر لبيد خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة القدس المحتلة حالة من الغضب الفلسطيني وأشعل نار الانتقادات للإدارة الأمريكية ونهجها الجديدة تأكيدا للروابط غير القابلة للكسر بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإمعانا في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مع رئيس الوزراء الصهيونية إير لبيد ما يسمى باتفاقية إعلان القدس تؤكد في طياتها التزام واشنطن الثابت بأمن الكيان وتعزيزها للدفاع عن نفسها ضد أي تهديد الاتفاق أثار موجة غضب واسعة من قبل الفلسطينيين فصائل وقوى وشخصيات فلسطينية صبت جل غضبها على الرئيس الأمريكي واعتبرت الاتفاق إعلان حرب صريح على القضية الفلسطينية ومقومتها ومنح الشرعية للاحتلال ودمجه في المنطقة العربية والإسلامية وإعطائه الضوء الأخذ للعدوان والتصعيد تحت غطاء حماية مصالحه من خلال سياسة جديدة تهدف إلى صناعة ناتو عرب صهيوني في الشرق الأوسط لقتل القضية العربية الأمة تحرير فلسطين ورقة الاتفاق يقول خبراء تعبر عن موقف واضح وموحد بين أمريكا والاحتلال ضد إيران وبرنامجها النووي ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة عبر اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية كعامل دعم ومساندة للجهود ضد إيران وسعيا لتعزيز ما يطلق عليه الدول المحتدلة في المنطقة في إشارة إلى دول التطبيع وثيقة ما يسمى إعلان القدس ما هي إلا فصل جديد من فصول تكريس الاحتلال الموجه ضد الأرض العربية ومقدساتها وقضاياها وهي كغيرها من المواثيق والمعاهدات الباطلة التي تتجدد بتجدد رؤساء أمريكا مشاهدين الأفاضل كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأنباء نلتقي بعد الفاصل لمناقشة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط وإلى الأراضي المحتلة وذلك بعد الفاصل مشاهدين الأفاضل أهلا وسهلا بكم من جديد إذن كما تحدثنا موضوع نقاشنا سيتمحور حول زيارة رئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط سنتحدث في المحور الأول عن مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية هل حقق ما كان يسبو إليه بايدن وحقق أهدافه التي ذهب من أجلها كل هذا سنناقشه رفقتها ضيفية هنا في البلاطو حيث أسعد باستضافة الدكتور حكيم بغرارة المحل السياسي الأستاذ الجامعي مرحبا بك سيدي أهلا شكرا على الدعوة أهلا بالمشاهدين وبالضيف الكاري أهلا وسهلا وأسعد أيضا باستضافة الدكتور صالح الشقباوي الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك سيدي مرحبا بك وشكرا وأهلا بك أخي دكتور حكيم أهلا وسهلا أستاذ حكيم نبدأ مباشرة معك النقاش ربما كيف قراءة أولية أو تقييم أولي لزيارة جو بايدن إلى السعودية برأيك هل حقق الهدف الذي ذهب من أجله؟ أعتقد بأن زيارة بايدن لشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية كانت خاسرة من جهته على كل المستويات وتعرض لانتقادات شديدة سواء قبل مغادرته للولايات المتحدة الأمريكية أو بعد عودته لأن المتتبع للجانب السيميولوجي في الزيارة ظهر على بايدن الكثير من التعب والإرهاق وعدم التركيز حول أمهات المواضع وحتى ردود فعل شخصيات سعودية خاصة ولي العهد بن سلمان وحتى تصريحات وزير خارجية لم تكن في اتجاهات الولايات المتحدة الأمريكية الصحافة الأمريكية التي أهانت بايدن وقالت له قيف تقول بأن سأجعل من السعودية دولة بنبوذة وها أنت تذهب صاغرا إلى السعودية في ظل ظروف إقليمية ودولية عادت بالوبال على الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الذي انسحب من أفغانستان وغرق في الأزمة الأوكرانية شعبيته تراجعت إلى 38% عند الأمريكيين الراضين على مستويات أدائه بايدن أصبح له هاجس آخر وهو الحاديث عن إمكانية عودة ترامب إلى الترشح لانتخابات 2024 شريطة أن ينتظر ما ستقول إليه انتخابات تجديد نصفة للكونغرس الأمريكي وبالتالي في ظل هذه الظروف وعجز بايدن عن افتكاك ما جاء من أجله إلى الشرق الأوسط وخاصة رفع مستوى إنتاج النفط لكن أعتقد بأن تحركات روسيا والاتصالات التي أجرتها مع الخليجيين قبل القمة وترقب قمة زيارة بوتين إلى إيران في 19 جويلية الجاري أعتقد بأن زيارة بايدن كانت سلبية كثيرا خاصة وأن المخرجات لم تكن في مستوى تطلعات الرأي العام الأمريكي سنفصل أكثر في ما جاء من تصريحات خلال هذه القمة دكتور صالح كما قال الأستاذ حكيم لو نعمل قراءة سيميولوجية للصورة لو نلاحظ الاستقبال الذي حظي به جو بايدن من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاحظنا الصورة فيه استقبال بارد إنسح القول فيه سلام كلمة تفضل بالدخول عكس ما قابله أو ما جرى خلال استقبال ولي العهد محمد بن سلمان للقادة العرب فيه استقبال حفا والاستقبال فيها ترحيب يعني ماذا لله تلك؟ شكرا يا أخي أظن وأعتقد أن العوامل البرغماتية هي التي دفعت بايدن لترتيب زيارته للمملكة العربية السعودية خاصة إذا علمنا أن كما تفضل الدكتور بغرارة وقال أن بايدن اتهم السعودية بالمملكة المنبوذة وأنها قاتلة لأطفال اليمن وأنها تقوم بأشياء غير منطقية عندما قتلت خاشقجي فلذلك طالب أيضا محاكمة ولي العهد السعودي وبذلك تراجع بايدن عن هذه المعطيات الأخلاقية والسير وراء المنظومة البرغماتية المنظومة المنفعية التي دفعته للتراجع عن مواقفه الأخلاقية هي وضعته في حالة حرج وحالة موقف ضعف من خلال تصرفات ولي العهد محمد بن سلمان الذي لم يستقبله بالمناسبة ولكنه بعث له ولي مندوب عن مسؤول مكة فبالتالي يعني ولي العهد السعودي كان يعلم حقيقة دوافع زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية التي انحصرت في ثلاثة أشياء تطبيع مع إسرائيل وزيادة إنتاج النفط العربية السعودية من 11 مليون إلى 12 أو إلى أقصى حد 13 مليون برميل لتعويض النقص عن النفط الروسي وبالتالي فقد جاء بايدن جاء وهو يحمل جر ذيولة الهزيمة والخيبة والتراجع وبالتالي كان موقف السعودية موقف قوي موقف لم يستطع بايدن أن يحقق أهدافه الاستراتيجية التي جاء من أجلها نعم أستاذ حكيم هل نستطيع القول أنه ربما العلاقة بين بن سلمان وبيدن الآن يصعب ترميمها بالرغم من العلاقة الاستراتيجية بين أمريكا والسعودية؟ لا هو الأمريكان حاولوا اكتزاز واستغلال السعودية حتى بالعودة إلى قضية خاشقجي أعتقد بأنه كانت فيها خيوط استخباراتية عالمية لجر السعودية لارتكاب هذا الخطأ الفادح بتلك الطريقة كما أن بايدن حمل في يده أوراق الفزاعة الإيرانية والتضخيم التهديد الإيراني من خلال محاولة إقناع الخالجيين بتشكيل حلف أو ناطو عربي لمواجهة إيران لكن ردود الفعل الدبلوماسية من السعودية التي قالت بأنها تفضل الدبلوماسية والحوار مع طهران من أجل إيجاد حل مشاكل المنطقة بأكماله جعل بايدن في موقع ضعف وحتى الخطاب والمخراجات الـ 21 التي خرج بها مؤتمر جدا كانت كلها بسيطة جدا عدا المادة ربعة فيما يخص القضية الفلسطينية كل المواد تضمنت أكد القادة وحمل القادة واتفق القادة إلا المادة ربعة حملت لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في القضية الفلسطينية من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية وبالتالي فالعرب بدأوا يدركون بأن الولايات المتحدة الأمريكية بنحيازها لهذا الكيان الصهيوني سياستها أصبحت مكشوفة وأصبحت منبوذة في الوطن العربي وحقيقة أننا تابعت الاجتماعات وضعية بايدن كانت سيئة ولا تعكس صمعة الولايات المتحدة الأمريكية حتى تفصيل آخر مهم أيضا لما تطرق بايدن إلى قضية مقتل خاشقجي بن سلمان رد عليها أيضا بمقتل شيرين أبو عاقلة وقال أن الأمر يتطلب أيضا تحقيق شيرين أبو عاقلة وذكره بالجرائم التي ترتكب في الولايات المتحدة الأمريكية وتسبب كذلك سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في قتل الملايين من الأبرياء طيلة العقود الماضية وحتى في الجانب النفطي أكد بن سلمان بأن السعودية هي في أقصى حالات الإنتاج ولا يمكن أن تخرج عن اتفاقيات أوباك بلوس من أجل المبادرة لوحدها وعليه فحتى الوفد الذي كان مرافقا لجو بايدن استغرب كثيرا من الحضور القوي لولي العهد السعودي الملك بن سلمان الذي ظهر وشخصية قوية نفسه ووجه رسائل مباشرة إلى بايدن حتى سيميولوجيا دائما في لغة الصورة الفارق في السن والحضور وكيفية المشي وحتى كيفية الاستقبال ظهر بايدن هشا وتائها نفسيا وكأن الأمور تجوزته وحتى قدراته العقلية والبدنية هي محل شكوك في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك من يطرح سؤال بعدم إمكانية أن يكمل جو بايدن العهدى الأولى من ولايته وبالتالي فكل هذه الظروف وحتى الكلمات كلمة أمير قطر الذي تهجم على الكيان الصهيوني وقال بأن العرب تنازلوا كثيرا وبأن الكيان الصهيوني أصبح يأخذ هذه التنازلات من موقع ضعف للعرب حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومالك الأردن كلهم أظهروا انحياز الولايات المتحدة الأمريكية نقطة فقط هذه الزيارة تمت بطرق مشبوهة كثيرا حتى أن الولايات المتحدة التي تدعي الدفاع عن حرية التعبير وقدسيتها في الدستور الأمريكي قاموا بانتقاء الأسئلة في القدس المحتلة وحرموا الفلسطينيين والأمريكان من طرح أسئلة في زيارته إلى رامالله وإلى بيت لحم وبالتالي فهذه الزيارة حاول جو بايدن تقليل من أطارها إلا أنه في لغة العالم عندما تخفي شيئا يظهر أكثر من فتح المجال للصحفيين لمناقشة الملفات نعم دكتور صالح من بين النقاط التي أثارت أيضا الكثير من الجدل حتى قبل زيارة بايدن إلى السعودية وقضية قوة عربية مشتركة برئاسة إسرائيل وزير الخارجية السعودي قال إنه لم يتم التطرق بتاتا لهذه النقطة وهذا الموضوع لماذا برأيك؟ باعتقاد يا أخي العزيز أن القوة العربية المطروحة هذه بوجود إسرائيل غير مطروحة نهائيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الدخول في مثل هذا التحالف الذي تم الدخول فيها عام 1949 في حلف الناتو لذلك والذي صوت عليه الكونغرس وقبله يعني حلف دفاع مشترك أن أي دولة تتعرض إلى هجوم أو إلى ضرب أو لا تقوم الدولة الأخرى بمساندة إلى جنبها الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة وغير ممكن الدخول في مثل هذه التحالفات والدليل على كلامي هذا موقف الولايات المتحدة الأمريكية من أوكرانيا لكن تم طرح الموضوع لما زار بايدن الكيان الصهيوني نعم تم طرحه ولكن الدبلوماسية الهادة التي انتهجها بايدن الدبلوماسية كانت عبارة متسلسلة يعني تستوعب ما يطرح ولكن لا ينفذ يعني لما بايدن قام بزيارة أحد المستشفيات في القدس مستشفى فلسطيني ودفع له مبلغ مائة مليون دولار لعلمك لم يرفع العالم الإسرائيلي على سيارة الرئاسة أزيل العالم الإسرائيلي بدليل أن هناك عدم قبول إدارة بايدن لما تم إعلان أن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل المعحدة إذن بايدن ما زال يعترف بحل الدولتين وبإقامة دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية لذلك أعتقد أن بايدن أيضا عندما ذهب المملكة العربية السعودية ذهب وهو ضعيف وهو ظهره مكشوف في الحرب الأوكرانية وموقفه من أوكرانيا وحجم الدعم يعني الآن السعودية والعرب أجمعين عرفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية غير حليف كاذب حليف خادع حليف يبحث عن مصالحه وعن استراتيجيته وعن صرواته عن نهب صروات العالم العربي وبالتالي لم يقف دفاعا عن أوكرانيا وهو الذي دفع أوكرانيا لخوض هذه الحرب ضد روسيا وهو الذي دفع زيلانسكي لأن يقف وجها لوجه ضد بوتين فلذلك يعني ماذا كان موقف أمريكا من الحرب ما هو موقف أمريكا الآن؟ موقف ضعيف يذهب إلى السعودية وهو مطاطئ الرأس في عنده أزمة داخلية في الدموقراطيين عندهم أزمة في عندهم أزمة بنزين ارتفاع سعر البنزين هذا ينذر بهزيمة للدموقراطيين هزيمة نكراء وقدوم ترامب أستاذ حكيم إذن وزير الخارجية السعودي قطع الشك باليقين لوجودة لنيتو عربي وأكد أيضا في السياق أن فتح المجال الجوي قال أنه لا علاقة له بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وليس مقدمة لخطوات أخرى كثر الكثير من الكلام حول تطبيع المملكة العربية السعودية مع الاحتلال الإسرائيلي نهو أوسي الخارجية السعودية فيصل بن فرحان كذلك وجه خطابا قويا في هذه القمة ورسائل لجو بايدن الذي ظهر بأنه موظف عند الكيان الصهيوني خاصة وأن الندوة الصحفية التي تحدث فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال الكيان الصهيوني آير لابيد قال لبايدن عندما تذهب إلى الشرق الأوسط وإلى السعودية عليك أن تقنعهم وكذا وكأنه مندوب لدى الكيان الصهيوني لتتسيط طموحات وأمال هذا الكيان الصهيوني لكن الصفعات التي تلقاها في السعودية حتى أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنكر بالخوط في هذه الفكرة التي تتحدث عن نيطو عربي والتي ليس لديها برغم من وجود التهديد الإيراني لا هو المبلكة العربية السعودية أذكر هنا كلام هونري كيسينجر وزير الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية سابقة في كتابه النظام العالمي هو الولايات المتحدة متوجسة من المملكة العربية السعودية وقال بأن السعوديين طوروا أفكارهم وباتوا ينادون بتمكينهم من سلاح نووي حتى يحدث توازن للرعب في منطقة الخليج وأعتقد بأن السعودية من حقها امتلاك السلاح النووي خاصة وأن لديها علاقة طيبة سواء مع باكستان أو تعزيز محور علاقتها مع موسكو لأن حتى نحن الدول العربية يساعدنا أن تمتلك دولة عربية سلاح نوويا حتى نوازن الرعب سواء مع إيران أو مع الكيان الصهيولي الذي يملك أكثر من 250 رأسا نوويا موجهة إلى مختلف العواصم العربية وبالتالي ففزاعة إيران أعتقد بأنها اصطدمت برفض عربي خاصة وأن الكلمات أو الخطابات للممثل العرب قالت الولايات المتحدة الأمريكية كلما تنازل العرب زادت هنا عنها جية هذا الكيان الصهيوني وفيه مبادرة عربية وحتى كلام بايدن لم يكن واضح الرؤى حتى الصحافة الأمريكية قالت له ما هي أجندتك أو رؤيتك لحل الدولتين لا يوجد أي تفسير أو أي تحليل لهذا المقترح سنأتي إلى هذه النقطة في المحور الثاني من البرنامج أستاذ أو دكتور صالح هل بهذه التصريحات لوزير الخارجية السعودي السعودية تقول لا لتطبيع قطعة الشك باليقين بالرغم من الجدل والشكوك التي حامت حولها حول ربما ذهاب السعودية لتطبيع علاقاتها مع احتلال الإسرائيلي أخي العزيز أنا على يقين أن المملكة العربية السعودية لن تطبع لأنه إذا طبعت المملكة العربية السعودية فقدت شرعيتها الإسلامية كمركز للأمة الإسلامية السعودية ربطت تطبيحها بتطبيق المبادرة العربية التي تم أخذها وتبنيها في بيروت عام 2002 مبادرة ولي العهد الآن الملكة عبد الله كان ولي عهد في ذلك الوقت التي تربط الأرض مقابل السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وبالمناسبة الجزائر في مؤتمر القمة العربي في 2 نوفمبر القادم تبنت أيضا نفس هذه الورقة الإجماعية للعرب أجمع من من العرب ضد إقامة الدولة الفلسطينية لا يوجد من من العرب ضد عودة اللاجئين لا يوجد لا يوجد اختلاف على هذه النقطة إذن ربط ربط المبادرة البشروع السلام في موضوع موضوع تقديم إسرائيل لتنازلات لأن إسرائيل لم يعني راحت راحت البحرين والإمارات والسودان وطبعوا في السلام ما يسمى السلام الإبراهيمي إذا أنت بترجع إلى أبراهام موفمنت لمسؤولها شاؤل عافر بيقول لك إنه هناك فيه سلام إبراهيمي سلام شعائري بدأت الطبق بعض الدول العربية صلاة كورونا إذا بتذكروا صلاة تجمع الديان الثلاث المسيحية واليهودية والإسلامية في موقع واحد بحكم أن هناك إله واحد وأبراهام اللي هو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء هو نبي للجميع يعني صلوات تقوصية بعيدة عن المنطق فلذلك أعتقد أن جون بايدن جاء لينفذ مشروع أبراهام في السلام سلام إقامة دولة إبراهيمية ودولة إسرائيلية دولة إبراهيمية تندمج فيها الفلسطينيين بتكون دولة أوكي هاي دولة لكن الأمن والجيش والاقتصاد والعملة هذا كله بإيد إسرائيل يعني سموها دولة إسرائيل هي التي تقومها نعم لأنه دولة إبراهيمية ودولة إسرائيلية في المقابل نعم نعم انتهى وقت الجزء الأول من البرنامج سنتوقف عند فاصل ثم نعود لاستكمال النقاش مشاهدين الأفاضل أهلا وسهلا بكم من جديد إلى هذا الجزء الثاني من برنامجي من الجزائر نواصل فيه النقاش والحديث عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية وإلى الأراضي المحتلة بفلسطين وما خرج به من النتائج طبعا نواصل للنقاش رفقة ضيفية الكريمين أستاذ حكيم ربما نقطة أخرى لتقل أهمية عن كل النقاط التي ناقشناها في البداية هي قضية الطاقة التي ذهب من أجلها جو بايدن من أجل ضخ المزيد من الإنتاجات في السوق العالمية لضبط الأسعار السعودية وفقت لكن بزيادة إنتاج بـ 13 مليون برميل كأقصى حد ممكن لها كما قال الولي العهد السعودي محمد بن سلمان برأيك هل هذا كافي لضبط الأسعار؟ هو ليس كافيا حتى في لقاء مجموعة سبعة قبل حوالي شهر في ألمانيا عندما حاول مجموعة سبعة ضغط على دول الخليج لرفع الإمدادات النفطية تحدث بن زايل ولي عهد الإمارات أو رئيس الإمارات مع الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون وقال له بأننا نعمل بأقصى قدرات إنتاجنا وبالتالي لا أمل في رفع هذه الإمدادات لأن كل الدول أوباك بلوس تقريبا تعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية وهو ما أكده اجتماع جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن وقالوا له بأنهم لسوا مسؤولين على ما وصلت إليه أسواق الغداء وأسواق الطاقة وقالوا له بأن الذين آثاروا الأزمة الأوكرانية هم الذين عليهم أن يتحملوا التابعات وهذه الرسائل الخارجية ليست وليدة اليوم والكل يتذكر امتناع الإمارات عن إدانة روسيا في أول تصويت في مجلس الأمن عند بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا وبتالي أعتقد بأن هذه القمة قمة جدة أعتقد بأنها ردت الاعتبار كثيرا إلى القرار العربي وإلى الدول العربية وقد تكون بادرة نهضة ربما حتى على مستوى القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر لأن هذه المؤشرات أنا أعتبرها إيجابية جدا وقيمة مضافة للتحضيرات المكثفة للقمة العربية المقبلة لأن العرب أيقنوا بأن التحولات الدولية ومرحلة ما بعد أوكرانيا تقتضي أن يرد العرب الاعتبار لأنفسهم وأن يذهبوا إلى الأزمات التي يعانوا منها وأن يفرضوا حلولهم بدلا من انتظار الولايات المتحدة الأمريكية السعودية أيقنت عندما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية نظام باتريوت من أراضيها ربما حتى تجعل إيران فزاعة كبرى وبالتالي الرد العربي من خلال بعت السبل الدبلوماسية ودعوة إيران إلى التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الدرية كلها معطيات ستمكن من تقليل الاحتقال في منطقة الخارج العربي وتوجيه أموال اقتناء الأسلحة 200 مليار دولار ميزانيات سنوية للعرب في اقتناء الأسلحة وبدلا من ذلك توجيهها للتنمية الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت بصراحة عن توجسها من الدخول الروسي والصيني في المنطقة والعلاقات مع الدول الخليج حتى أن القمم العربية أدمجت ورقة مشتركة بين مختلف الدول هي العلاقات مع روسيا منذ سنوات طاولة هو قد لا يجب ترك الفراغ للصين وروسيا في المنطقة في شرق الأمصر حقيقة لأن الولايات المتحدة الأمريكية دائما كانت تبتز دول الخليج وأعتقد بأن العرب أيقان بأنهم بعد الأزمة الأوكرانية عليهم أن يراجعوا الكثير من الأمور وهو ما فهمه جيدا جو بايدن والانتقادات التي طالته من خلال هذه الزيارة تؤكد بأن العرب قادرين على فعل الكثير من الأمور نعم دكتور صالح أيضا فيما يخص قضية دمج إسرائيل في المنطقة وهي المهمة أيضا التي ذهب من أجلها بايدن إلى السعودية هل تعتقد أنه استطاع تحقيق هذا الهدف خصوصا لما لاحظ تصريحات معظم القادة العرب كانت تطالب ضرورة تطبيق مبادرة السلام العربية كما ذكرت وحل الدولتين وفق حدود 67 أعتقد أخي العزيز من نظرة استيتيتيكية شاملة سنجد أن منظومة الفعل الأمريكي في التاريخ قد انهارت أصبحت أمريكا الآن دولة ستكون قريبا دولة مارقة في التاريخ وليس كما قال فوكياما أن الرأس مالية هي نهاية التاريخ لا أمريكا الآن في زمن هزيمة في زمن انحطاط في زمن تراجع أمريكا الآن في زمن انحصار في هناك بروس دول عالمية جديدة بتنافس أمريكا على أخذ دورها في قيادة العالم في عندك روسيا في عندك الصين في عندك الهند في كوريا الشمالية وبالتالي الزمن الأمريكي ولا زمن الهيمنة ووحيد القرد للأمريكي ولا الآن في نهوض واستنهاد لدول جديدة وبالتالي في منظومة دولة في نظام دولي جديد سيولد يعني نفهم من كلامك أنه رد القادة العرب كان صريح لا درجة للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة إلا بتطبيق مبادرة سيلا من العربية ودليل كمان أعطيك دليل دليل يعني إذا ما بسموها دليل إقناعي أنه تصور العربية السعودية اللي هي تاريخيا حليفة الولايات المتحدة الأمريكية تجارة منسوب التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية كان في 2020 وصل لت 19.2 مليار دولار مع الصين 63.2 مليار دولار إذن أصبحت المملكة العربية السعودية ودول الخليج وبعض الدول خلينا نقول الفاعلة يعني تتحرر من سياق الهيمن الأمريكي والتبعية المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية كحامية لها كما كانت تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا أيام الحرب الباردة والصراع بين الكتل الشرقي والكتل الغربية وأنه هي أوروبا تحت حماية المظلة النووية الأمريكية وبالتالي سقوط الاتحاد السوفيتي وهزيمته حرر أوروبا من الهيمن الأمريكية والآن نحن نعيش زمن تحرر عربي بدن الهيمن الأمريكي في زمن جديد ستقود لعلمك الجزائر هي قائدة هذا الزمن العربي من المحيط إلى الخليج هي التي ستتناغم هي الدولة العربية ذات التاريخ والجغرافيا والجيش وكل الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية تمتلكها الجزائر فبالتالي في منظومة جديدة خاصة أن الجزائر تقف في المربع الصحيح مع القوى الصاعدة مع القوى القادمة مع قوى المستقبل اللي هي الصين وروسيا فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعيش عصر هزيمة عصر حلول خريف خريف أمريكي قادم وهي في تراجع متواصل لو نعود الآن أستاذ حكيم إلى زيارة بايدن إلى الأراضي المحتلة رئيس الأمريكي أعطى كل الوقت كما لاحظنا للجانب الإسرائيلي تقريبا يومين خلال هذا الزيارة في المقابل سعات قليلة فقط للجانب الفلسطيني وأعلن دعمه صراحة للكيان المحتل ودعم منظومته الدفاعية والعسكرية أي دلالة لهذا الدعم لا هو زيارته إلى الكيان الصهيوني وكيفية معاملته من الجانب الصهيوني كان في موقع ضعف لأنه هو على مشارف انتخابات التجديد النصف في القونغرس وهي مهمة جدا لتحديد مصيره في الرئاسيات المقبلة وبالتالي فهو من خلال طايمينغ هذه الزيارة وانتقاله من الأراضي المحتلة إلى الشرق الأوسط وحتى يقنع اللوبي صهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية والذي لديه تأثيرات على مستوى مراكز صبر الأراء أو على مستوى الإعلام حتى يخدم بايدن في الانتخابات تجديد نفسه حاول بايدن تسويق نفسه بأنه ذات تلك الشخصية التي يهمها أمن إسرائيل وحتى الخطابات الحماسية لكن المطالع لمظهره وهو في الأراضي المحتلة ومظهره في السعودية أصيب بخيبة أمل كبيرة وأعتقد بأن اللوبي الصهيوني سيعاقبه على هذا الأداء السيئ لأن الحديث عن دمج الكيان الصهيوني هو أكذوبة وبايدن باسم الولايات المتحدة الأمريكية وكأنه يقول للكيان الصهيوني بأنني سأذهب إلى القمة الخليجية واستدعاء الأردن والعراق ومصر لهذه القمة من أجل إدماج الكيان الصهيوني بدلا من كلمة التطبيع لكن العرب بخطاب واقعي وكأنهم يقولون لبايدن كيف نندمج مع كيان لا يعترف له بحقوق الإنسان ولا يؤتمن معاملته للفلسطينيين وحتى التنازلات التي يقدمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل إحلال السلام وتمكين الفلسطينيين من دولة والتي يلقى من خلالها ضغط وانتقادات كبيرة سواء في الداخل الفلسطيني الذي عبر بإحتجاجات عند زيارة بايدن لرمالله وبيت لحم وبالتالي فكل هذه المعطيات أعتقد بأنها ستجعل بايدن في موقع ضعف ولا استبعد هزيمة تاريخية للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النسفي على مستوى الكونغرس الأمريكي في الخريف المقبل وعليه فهذه الزيارة التي كشفته مع الإعلام الأمريكي ورغم الحوار الذي أدل به للواشنطن بوست ورميه الورود للكيان الصهيوني ومنحه وعود بدمج الكيان الصهيوني وتشكيل حلف لحمايتها من إيران وبالتالي فكل هذا الكلام الذي سبق الزيارة وما حدث له في الزيارة أعتقد بأنه ضربة كبيرة والنتائج ستكون على مستوى انتخابات التجديد النسفي التي تعتبر فاصلة لتحديد المرشحين مرشحي الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة نعم دكتور صالح كيف ربما تقرأ هذه الساعات الطويلة التي منحها بايدن للجانب الإسرائيلي مقابل الساعات قليلة فقط للرئيس الفلسطيني أنا إذا بسمح للدكتور حكيم يعني أني أنطلق من نظرة استشرافية أخرى لمحاكاة السلوك البايدني في تل أبيب يا أخوان فيه له جملة مشهورة قالها ليس من الضرورة أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا وبالتالي بايدن صهيوني البايدن بروتسطنطي مع مداني يؤمن بأهداف الحركة الصهيونية بروتسطنطيا البروتسطنطية هي التي في التاريخ أعادت المجد لليهودية اللي عزلتها الكاثوليكية اللي اعتبرت الكاثوليكية اعتبرت اليهود قتلت المسيح وصالبوه وبالتالي لما إجا مارتن لوثر في القرن السادس عشر وقال أن المسيح ولد يهوديا ويجب أعادة الاعتبار للأبرية وللصلاة باللغة العبرية في الكاثوليكية ارتفعت أسهم اليهودية وبدأت الولادة المسيحية الصهيونية في الولادة المتحدة الأمريكية في سبعين مليون يهود سبعين مليون مسيحي بروتسطنطي يؤمنون بأن إسرائيل هي ظل الله على الأرض وأن مساندة دولة إسرائيل هو واجب ديني وأن المسيح يأنه يصرخ في السماء ولن ينزل ما لم تهود كامل الطراب الوطن الفلسطيني في نفس السياة أستاذ سامحني أذكر كتاب للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا باسم الإرهاب على أفغانستان ثم توجهت إلى العراق توجه ساك جيرهارد شرودر وذهب إلى واشنطن لملاقات جورج بوش وقال له هل يمكن لك أن تعطيني تفسيرات حول التهجم على العراق فالدلائل يظهر بأنها غير مقنعة مثل ما حدث مع أفغانستان رد عليه جورج بوش قال بأن نحن المسيحيين البروتستانتيين القرارات تأتينا من الله مباشرة ولا يمكن لمناقشتها والاعتراض عليها مبارك الله فيك شيء مقدس يا أخوان هذا بايدن بذكرنا بما قاله ريجن عام 1983 قال اللهم أطل في عمري كي أحضر معركة هارمة جده لكي أضغط على الزر النووي لأبيد المسلمين فبالتالي معركة واضحة بين الصليبية المسيحية الصهيونية وبين العرب والمسلمين نحن الآن بدليل أنه ما يحدث في القدس الآن من تهويد المسجد الأقصى ماذا يعني؟ يعني صراع أن هذا المكان يهودي وإلا للمسلمين علما أن كل الوثائق تشير أن هذا المكان مكان إسلامي بحت فبالتالي أصلا لما لماذا أخرج لما راحوا حاصروا ياسر الرئيس ياسر عرفاب في كام ديفيد تعرفوا كل مطلبهم كلينتون ومادلين أولوبراي تجو بدون موعد على الجناحتها وقالوا له يا أبو عمار بنا نطلع نتمشى طلعوا يتمشوا وقالوا له إنه طلب بسيط جدا وخذ هاي دولة فلسطينية وخذ هاي مئة مليون أو شيك على بياض وكذا بس يا أبو عمار أعطي هالمساكين مكانا صغيرا لهم في المسجد الأقصى كنيس كنيس 10 أمتار فقال لهم أبو عمار هذا ليس ملكي هذا ملك الأمة الإسلامية نعم فبالتالي يا أخوان نحن ندرك أن معركتنا مش سهلة مع الحركة الصهيونية وعلى الحركة الصهيونية البروتستانطية الآن زي ما حكيتكم فضل الدكتور صالح ما يؤكد كلامك هو تصريحات جو بايدن مع الرئيس الفلسطيني حول قضية حل الدولتين قال أمريكا تدعم حل الدولتين لكن يبدو أنه المطلب بعيد المنار فيش آليات ما حطش كيه آلي ما فيه حطش وجهة نظر ومحال كيف أوكي وين وين الدولة الفلسطينية على حدود الضفة الغربية حل تطبيق لقرارات الأمة المتحدة بداية من 181 ولا 2.42 ولا 194 ولا 3.3.8 ما حطش آلية وضعها في السياق الصهيوني كمان لا طالب إسرائيل بوقف الاستيطان ولا ولا الاعتراف بالشرعية الدولية يا أخوان فيه قرار 181 بنص على إقامة دولتين دولة فلسطينية ودولة يهودية والقدس دولية اللي هي مساحة 3% فبالتالي كل الشرعية الدولية ضربوها بعرض الحائط لكن أنا أتفائل أنه الزمن الفلسطيني قادم ستغير موازين القوى وستنزح أمريكا عن هيمنة على قرار العالمي ودعم إسرائيل وستأتي الفلسفة البرغماتية مهزومة ستأتي الفلسفة الكونفوشوسية الفلسفة الإنسانية التي تؤمن بالإنسان كقيمة ولا تنحاز لليهود كدين وهنا مشكلتنا إحنا مع الأمريكان أستاذ حكيم كيف تقرأ التصريحات بايدن حول حل الدولتين الذي قال أنه يبقى بعيد المنى هناك ما قلت لك هو حتى يرضي الصهاين وحتى يحبط الفلسطينيين بالإضافة إلى ما قلت بأن الفلسطينيين تحقيق دولتهم هو حلم بعيد المنى لا يخفى على أحد بأنه ترحم بين قوسين على الصهاين الذين قتلوا منذ بداية السنة ولم يتحدث أبدا على الفلسطينيين لكن تعامله مع الإعلام وحرمان الإعلام من توجيه الأسئلة المحرجة لأن حتى الأمريكان وحتى الصهاين ليسوا راضين على أداء بايدن فقط أعود إلى كيسينجر الذي قال بأنه يجب الحاذر من الفلسطينيين والعرب لأنهم رفضوا مقترحا أماميا في 1947 بإقامة دولتين لأن كيسينجر الذي يستشرف السياسة الأمريكية قال بأن العرب والمسلمين في دهنهم دائما بأن القاضية الفلسطينية سيعود فيها الحسم العسكري من أجل استرجاع فلسطين للعرب والمسلمين وبالتالي فهذا التخوف الصهيوني والمطالب بإدماجها في منطقة الشرق الأوسط هو تخفيف من الضغط داخل الكيان الصهيوني الذي يمر بأزمة كبيرة جدا وحاول بايدن تقليل من الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني الذي لم يستقر منذ سنوات طويلة وهو ما يؤكد الأضرار التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية بالكيان الصهيوني حتى أخذ جو بايدن في أول رحلة بأمطار إلى نظام القبة الحديدية حيث أكد بايدن بأن الساروخ الواحد في القبة الحديدية يكلف كيان الصهيوني خمسين ألف دولار ورغم ذلك عجزة عن تصدي للرشقات الساروخية للمقاومة الفلسطينية ولا يجب أن ننكر كذلك القمة E2U2 بين الإمارات بين الهند الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هي تبحث عن شارك تكنولوجي المتمثل في الهند أولا لاستمالة الهند من المعسكر السوفياء الروسي الصيني لأن الهند وقفت ضد الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا وأوقفت إمدادات تصدير حتى تزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتبدي دعمها لروسيا التي تبيعها المحروقات يعني بأسعار تفضيلية وعليه فكل هذه المعطيات تؤكد بأن القضية الفلسطينية هي في الطريق الصحيح والمكاسب ستأتي على المستوى المتوسط وأعتقد بأن قمة الجزائر دائما ستكون قيمة مضافة وسيكون وقف راجح أمام الرأي العام الدولي مع تتبع مآلات الأزمة الأوكرانية التي ستكسب روسيا أو ستكون روسيا داعما كبيرا للعرب خاصة وأن لابيد في لقائه مع بايدن انتقد روسيا وبوتين وأعتقد بأن الروس هذه المرة لن يغفر لهذا الكيان الصهيوني نعم بحديث عن المنظومة الدفاعية المضادلة للسواريخ التي عرضت أمام الرئيس الأمريكي في المطار لما استقبلوه في الأراضي المحتلة ألا ترى أنه فيه ربما نية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لما يتحدث عن قوة مشتركة عربية للتصدي لإيران لتهديدات الإيرانية ربما نية لبيع هذه الأسلحة لبعض الدول العربية حقيقة نعم هناك استنزاف استنزاف منظم للطاقة المادية العربية يعني البعبع الإيراني بيكبروا فيه مشان يشتروا هذه المنظومات البالي المنظومات التي لم تستطع يعني إسقاط صواريخ غزة فبالتالي يا أخي العزيز يعني مكلفة يعني أنا أضيف الشغلة صغيرة أنه الصاروخ اللي بتتصداله هذه المنظومة الصواريخ بخمسين ألف دولار صاروخ يكلف المقاومة ألف دولار وهذه معلومات حقيقية ألف دولار يكلف الصاروخ اللي بيطلع له صاروخ القب الحديدية بخمسين ألف دولار ولذلك مكلف مكلف خمسين ضعف فيأخوان الآن فيه هناك تغيير فيه منظومة موازين القوى على الأرض فيه هناك ثبات فلسطيني فيه وحدة فلسطينية خلينا نقول شعبية أو جماهيرية فيه وحدة فيه اقتناع فلسطيني شامل بعد هذه الزيارة الشعب الفلسطيني الآن اقتنع أنه لا فائدة في محابات أمريكا لا ننتظر أي شيء من أمريكا الآن من مطلوب من الشعب الفلسطيني وأمريكا يا أخي يعني رئيس أبو مازين مطلوب منه فعلا أن يستيقظ أن يصحى أنه يا أخ أبو مازين ليس كل ما تمليه يعني ما تريده أمريكا هو قدر نحن شعب تحت الاحتلال شعب لا ما زالت أمريكا ترفض الاعتراف بحقوقنا الوطنية وبدولتنا وبسيادتنا وبشرائيتنا فبالتالي تعطينا الفتات الفتات يعني يعني زي ما بقوله يا أخي بتي أنا شوف رحت لما استأنفت العلاقات وقدم بعض الدعم بعض الأموال وكانت العلاقة أيام ترامب منقوفة مع منظمة التحرير وكان ترامب يعتبر منظمة التحرير منظمة الرهابية وعدنا ترامب أنه يجي ويفتح القنصلية الأمريكية في القدس الخاصة بالفلسطينيين وما نفتحت أعطانا الفتات الفتات شو أعطانا؟ يا أخي على القيادة الفلسطينية أن تعود إلى أحضان شعبها كما قالت سوعة ماء الثورة الجزائرية إلقوا الثورة بأحضان الشعب يلتقطها نعم وربما كل الإدارات المتعاقبة الإدارات الأمريكية متشابهة والآن ما المطلوب من الشعب الفلسطيني في ذل هذه الظروف أنا أعتقد بأن الشعب الفلسطيني قام بالواجب أكثر وبتالي ماذا يمكن تحدث قيادة وشعبا وحركات هو صراحة هو موقف الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإن كان يظهر للكثير بأنه ضاعف ومقصر لكن أنا أعتقد مثل ما قال الأستاذ في بيان أول نوفمبر للثورة الجزائرية بقدر ما كان البيان ثوريا إلا أنه خصص مادة لإمكانية التفاوض مع هذا المستعمر الفرنسي وبالتالي فتواجد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حتى لا يكون للغرب حجة بأن الفلسطينيين يريدون العمل المسلح ويريدون استرجاع هو يمثل الجالب التفاوضي الدبلوماسي مع تواجد حركة للمقاومة الفلسطينية وهذا أمر أعتقد بأنه متكامل وفي صالح القضية الفلسطينية لأن الإخوة الفلسطينيين دائما يقول هذا مقصود نعم نعم تقسيم أدوار لكن نظرة عامة للقضية الفلسطينية هي قضية متكاملة فيها شق دبلوماسي وفيها شق تفاوضي وفيها شق خاص بالمقاومة هذا في صالح القضية الفلسطينية لأن منصب رئيس السلطة الفلسطينية ليس منصب محلل سياسي أو وزير بسيط وبالتالي فهو يعلم ربما أو لديه الكثير من المعطيات والمعلومات وهو ينسق مع دول العربية ومع الكثير من القوى التي تسان القضية الفلسطينية وبالتالي فهذا الموقف الفلسطيني أمام الرأي العالمي سيكسبها الكثير من الاحترام أكثر من 140 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية وبالتالي فهذه المكاسب السلطة الفلسطينية على العرب أن يتعلموا من أمريكا كيف تدعم الكيان الصهيوني وبالتالي علينا أخذ هذه العبرة وندعم القضية الفلسطينية من خلال القمة المقبلة التي ننتظر منها الكثير لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني بالعودة إلى مقاومة الشعب الفلسطيني هناك شباب يقومون بعمليات لصالح القضية الفلسطينية وليس لهم أي انتماء لا حزبي ولا إديولوجي وهو ما يعكس بأن القضية هي في الآخر لديها امتداد شعبي سواء داخل فلسطين أو في الأوسط العربية والإسلامية وحتى في الكثير من الدول الأوروبية وحتى في الملايات المتحدة أمريكية أخي حكيم هناك متغير مهم جدا في منظومة العلاقة بين روسيا وإسرائيل إسرائيل بعثت متطوعين للحرب ضد الجيش الروسي في أوكرانيا وموسيكو وألقى القبض على ناس فلذلك بوتين الآن سيستدعي قيادات من حركة فتح وقيادات من حماس يعطوهم سلاح والدخول في فعلا مقاومة فلسطينية حقيقية يعني هذا موقف مستجد على الساحة الفلسطينية إنه الروس اللي بيقاتلوا في أوكرانيا غيروا موقفهم من الدولة العبرية بتعرف الروس هم أول دولة اعترفوا في دولة إسرائيل فتغيير منظومة التفكير الروسي وانتهاء شهر العسل بين بوتين وبين رئيس الوزراء المستقيل حيعطي دعم وزخم للقيادة الفلسطينية إنها تستغل فعلا المستجدات الدولية لصالح القضية الفلسطينية شكرا حتى أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية كان لهم دور في إيصال بلودومير زيلينسكي هذا الصهيون المتصحين إلى رئاسة أوكرانيا شكرا جزيلا لكم ضيفية الكريمين الأستاذ حكيم بغرارة المحل السياسي وأستاذ الجمعي وأيضا إليك الدكتور صالح الشقباوي الكاتب والمحل السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا على تلبية الدعوة وكل هذه الإضاحات التي قدمتموها وإلى الشكر أيضا الموصول للفريق التقني العامل معي وأليكم أيضا مشاهدين الأفاضل نلتقي في أعداد لاحق واللقاء ترجمة نانسي قنقر